وين أصلا نرزوير حتى نحقق العدالة؟ وليش خلينا يهرم؟ بس أخذ لا سيد الكريم نحن نحكي بالقانون إذا كنت بالظن القبض بالظن أو العدام بالظن هذا موضوع ثاني نحن نحكي بسيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع بشكل متساوي من يكون هذا؟ فعلينا أن نتحقق ونرصد إجراءات القضاء الآن الموضوع في ذمة القضاء في ساحة القضاء ليست لدى السلطة التنفيذية ولا على الرقابية الآن نحن على السلطة القضائية ومع السلطة القضائية وإنسان يجب نجي التحقيق العدل المفروض النزاه هي التي تتحرك خلاص أمر القاء لا 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 خلي أحكي لك الآلية أمر القاء قبض صدر يتم تنظيم ملف استرداد إذا كان أحنا وهذه الدول بيننا اتفاقية بين العراق وهذه الدول ملاذ اتفاقية استرداد المطلوبين بالإضافة ذلك عدنا شرطة الانتربول ونرفق بملف القضية كاملة بالمناسبة لا يمكن ورقة لقاء قبض يجيبه ملف القضية متكاملة تذهب بالنشر الحمراء يتم استرداد المطلوب حضرتك تعرف والكل يعرف وقبل شوي صاد عقيل رديني ذكروا أكد هناك شركاء سياسيين هناك سياسيين كبار وشركاء قوية هذا كلام جاي يدعمون نور زهير الذي خرج بكفالة موضوع ثاني سيدي الكريم حبيبي هذا موضوع أنا أتحدث بالمسار القضائي وإلي كلام آخر أيضا أخوك ترم تابع هذا الموضوع وقضية الأمانات منذ 2015 مزيح وكيفية تسيرها والمشابة هسا الكفلاء منهم كفلاء نور زهير لا المحامين ما تهب لإضافة للضمانات المالية الموجودة أكو عدة كفيل أكو هناك معلومات ما ممكن أن نتحدث بها لأنها تؤثر على سير التحقيقات موسيقى